ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات وبالتحديد في إطار اختيار موظفي الاقتراع فإن المفوضية وضعت آليتين إحدهما خاصة بالمتقدمين من موظفية الدولة كافة والآلية الأخرى المتقدمين من شريحة طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين فيما يتعلق بشريحة الموظفين المتقدمين يشترط أن يكون موظف حاصل على شهادة لا تقل عن الإعدادية وأن يمتلك المتقدم بطاقة ناخب إلكترونية وأن يكون من سكنة المحافظة حصراً ويكون التقديم للموظف على أساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل ضمن الدائرة الانتخابية التابعة لها ولا يكون المتقدم ممن صدرت بحقهم قرارات العقوبة وحرمان المكافأة من قبل مفوضية الانتخابات وأيضاً أن يكون لا يزيد عن مواليد 2002 وأيضاً من ضمنها أن يوقع المتقدم تعهد خطي بعدم شموله بإجراءات المسائلة والعدالة وغير محكوم بجناية وليس من ضمن أفراد القوات الأمنية والعسكرية وأن لا يكون من ممثلي الأحزاب المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع وأن لا يكون من أقارب المرشحين من الدرجة الرابعة وأن يكون مستقلاً إضافة إلى التزامه بقواعد سلوك للعمل فيما يخص استمارة التقديم وآلية التقديم ستكون عملية التقديم لموظفي الاقتراع الإلكترونية من خلال الرابط سوف يكون في الموقع الرسمي للمفوضية ويكون تقديم الطلبات من قبل موظفي دوائر الدولة كافة بصورة مباشرة اعتماداً على رقم الناخب في عملية التقديم والذي سيكون هو نفسه رقم الاستمارة الخاص بالمتقدم وسيتم الإعلان عن موعد التقديم للعمل كموظفي اقتراع في وسائل الإعلام المختلفة واللجان الفرعية في مكاتب المحافظات لقيام بذلك من خلال وسائل الإعلام المحلية وحسب خصوصية كل محافظة طبعاً بعد استحصال موافقة سيد رئيس الإدارة الانتخابية أيضاً سيقوم موظفي الدولة بالتقديم وفق الاستمارة الإلكترونية التي ستكون في الموقع الرسمي للمفوضية حيث لا يتم فتح الاستمارة إلا بعد قراءة الشروط وقواعد السلوك الخاصة بعمل موظفي الاقتراع والموافقة عليها فيقوم المتقدم بإدخال رقم الناخب في الحقل المخصص بعدها ستظهر كافة بياناتها بصورة تلقائية في باقي الحقول لملئ الاستمارة بعد الانتهاء من عملية التقديم يقوم المتقدم بطباعة استمارة التقديم ووصل الاستلام والتوقيع على الاستمارة ومراجعة مركز التزيزي